موسيقى بهدف الحد من آفة التدخين وتأثيراتها السلبية على الصحة والبيئة وافقت لجنة الصحة والبيئة النيابية على مشروع القانون المعدل لقانون الصحة العامة لسنة 2015 الذي يقضي بتغليذ العقوبات بالحبس وفرض غرامات مالية على المدخنين وكل من يسمح لهم بالتدخين في الأماكن والمنشآت العامة المزيد مع أمين سليم الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة شهور أو غرامة مالية لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن مائتي دينار هي عقوبة لكل من يقوم بتدخين أي من منتجات التبغي في الأماكن العامة المحظور التدخين فيها بدلا من خمسة عشر دينارا وفقا لمشروع قانون معدل لقانون الصحة العامة لسنة 2015 وافقت عليه لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب أمس كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن ستة شهور أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار في حال سماح المسؤول عن المكان العام المحظور التدخين فيه لأي شخص بتدخين أي من منتجات التبغي فيه وكذلك في حال عدم الإعلان عن منع التدخين في المكان العام وبيع السجائر بالتجزئة وبيع السجائر لمن هم دون سنة ثمانية عشرة عاما وتوزيع مقلدات منتجات التبغي أو بيعها قانون التدخين هو قانون مهم جدا لمجتمعنا الأردني جاء بالقانون هو العقوبة والعقوبة كانت قاسية صراحة لتطبيق هذا القانون مشروع القانون عرف المكان العام بأنه المكان المعد لاستقبال الكافة أو فئة معينة منهم كالمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية العامة ووسائط نقل الركاب وصلاة القادمين والمغادرين في المطارات ونقاط الحدود أو المعابر والملاعب والمنشآت الرياضية المغلقة وقاعات المحاضرات والمطاعم والفنادق ومقاهي الإنترنت والأماكن والمنشآت السياحية ودواوين الجمعيات والروابط والعشائر وما شابها كل ذلك من أماكن بالنسبة للتدخين حرقية شخصية في الأماكن العامة كشوارع كمنتزهات بس بالأماكن المغلقة لا مع أنه يحده يزيد من العقوبة على التدخين لا طبعا لأنه نص الشعب الأردني كله بدخل ما رح تقاموا هالتغيير هذي أنا مع القرار هذا وعشان في ناس بدأي أصلا من الدخان في ناس ممكن تطلع مع ناس أنت بالسيارة أو تكون في المول أو تكون في أي مكان تاني عام أنه لازم أنه ما تدخنش فيها هذه الأماكن كاملة تغليض العقوبة في ظل غياب أدوات تطبيق قانون الصحة العامة يبقيه حبرا على ورق وتبقى القرارات التي وضعت للتنفيذ بلا فاعلية ويستمر مسلسل منع التدخين في الأماكن العامة دون تفعيل رغم صدور القانون عام 2008 أمين سليم رؤيا